قد تقرر أن لا يكون ذلك بعد أن علقت المرجعية الدينية خطبتها السياسية الجمعة الماضية تعددت الأحاديث والرؤى حول هذه الخطوة البعض يرى أن النجف أرادت أن تحفظ لمكة هيبتها بعد أن يئست من استجابة الكتل السياسية لمطالبها الإصلاحية فضلا عن كونها أحد أنواع الضغط على الجهات المتصدية للحكم إذا اعتبرنا الجزء الأول هو امتعاض وهو حال الضغط من الحكومة المتلثثين فهو موضوعيا بغض النظر موضوعيا هناك ساحة من اللقاء مع قوى الحراك الشعب اللي هي هذا الطالب بشيء مشابه تكرار نفس الحديث دون تجاوب قد يضرب هيبتها ومكانتها من زاوية أخرى يعتقد متابعون أن المرجعية الدينية بصيامها السياسي هذا رفعت الغطاء الذي طالما حاول السياسيون التحجب فيه للحصول على شرعية سياسية تضمن لهم جمهورا باسمها وربما هو إذان لتغيير نهج التظاهرات عن شكلها المألوف اليوم المرجعية وبلسان واضح وصريح هي رفعت الشرعية عن الكتل السياسية فبالتالي بتقدير الشخصي أنه باتت الكتل السياسية لا غطاء لها ولا ظهر لها وها هي تعرض تعري كامل ولربما القادم من الأيام سيكشف المواقف لا بل يزيد من تعري الكتل السياسية في مواقفها لطالما لم تسند من المرجعية التي اتخذت الكتل السياسية منها غطاء لتمرير مشاريعها اللاوطنية هذا التراجع هذا يعني أن المرجعية المرجعية ممكن أن تحث الناس على الاعتصامات أو ما فوق مرحلة الاعتصامات الحراك الشعبي المطالب بدولة مدنية ديمقراطية في ساحات التظاهر طوال الفترة الماضية وما جاء من إرشادات وتوصيات للمرجعية تدعم ذلك التوجه قد يكون أحد عوامل الضغط على المرجعية منبر المرجعية الدينية الذي علق تظاهراته الإسبوعية من داخل الحوزة الدينية في النجف قرئ في بغداد على أنه لحظة تأمل ربما ستفتي بموقف جديد في قابل الأيام موقف سيفاجئ الأحزاب السياسية لا سيم الإسلامية منها وعلى الجانب الآخر قرئ بأن العمامة في النجف فهمت أن فصل الديني عن السياسة قد حان وقته ياسر الحطاب قناة المدى بغداد